أستاذة ألفت نلاحظ ارتفاع متزايد في معدلات الانتحار في الأوينة الأخيرة في البلدان العربية عموماً وفي مصر يعني من ضمن هذه البلدان هل تعزين ذلك إلى سبب مباشر أو هو تراكم من الأسباب؟ طيب خلينا بس في الأول لما بنحب نعرف في الانتحار ونقول أنه هو أن الإنسان بينهي حياته بإيده وده موقف صعب جداً أنه الشخص أو الفرد يوصل للحالة دي فده طبعاً بتبقى أسباب عديدة ممكن تبقى أسباب تراكمية نتيجة لأنه كان بيعاني من مرض نفسي أو صعوبات نفسية والدراسات بتشير لي كده فعلاً بتقول أنه نسبة الانتحار أعلى بين الناس اللي بيعانوا من أبراد نفسية أو أزمات اقتصادية أو فقدان عزيز بشكل مفاجئ اللي هي بنقول عليها قرب ما بعد الصدمة كمان انتشارهم بانتشار الانتحار بين المدمنين ودي نسبة برضو مش قليلة الWHO أو منظمة الصحة العالمية بتقول أنه 75% من الناس اللي بتقوم بعملية الانتحار أو بتنهي حياتها يعني بتبقى في مستوى اقتصادي أقل من المتوسط وفي البردان الفقيرة فاحنا عندنا عوامل كتيرة متدخلة بتعتمد على أبعاد نفسية وأبعاد اجتماعية وأبعاد اقتصادية في نفس الوقت كمان اتواجد أنه النسبة هلقيها عالية بين الشباب في أعمار من 15 ل 29 سنة لا أو أنه 90% كمان أو النسبة عالية جدا بتبقى السبب التاني من أسباب الموت في الدراسات أشارت أنها في الفئة العمرية دي هل أثر أثر مرحلة الخيبة ما بعد 2011 والثورة ويعني مطالب الثورة هل أثرت على الشباب المصري مثلا وساهمت في زياد نسب اليأس لديه طيب خلينا نقول أن السببين ممكن يبقوا عاملين مهمين في زيادة المعدلات أو زيادة انتشار ظهارة الانتحار أولا أنه بقى في ناس بتعلن دلوقتي أو بقينا نعرف أن في ناس بتنهي حياتها أو بتنتحر والحاجة الثانية طبعا الصورة والطموح والأمل والتصورات والتوقعات اللي كتير من الشباب حط أمال عليها وأحبط جدا لأنه للأسف ده كتير منه ما تحققش العدالة الاجتماعية القرامة الإنسانية الحاجات اللي كانت هما مصدقين فيها جدا وكانوا حطين سقف توقعات عالي قوي إن ده هيغير تقريبا من مصار مستقبلهم بقى مصار مستقبلهم مدرسا ترجمة نانسي قنقر